مرحبا بكم من جديد نعود إلى أخبارنا الرياضية ونعود إلى فريق مولودية وهران الذي أجرى صباحة اليوم أولى حصة تدريبية له بعد توقفه في الحصة الماضية طبعا هذه المرة بدون الطاقم الفني الذي تم تعقد معه بقيادة التونسي بوعكاز بل بطاقم مؤقت يقوده عيسى كينان لربح الوقت في التحضيرات قبل تعيين طاقم فني جديد خاصة وأن المولودية الوهرانية عدى الفريق الوحيد الذي بدأت تحضيرات بشكل متأخر وعرفت الحصة حضور كل اللاعبين الجدد الذين تعقدت أو تعقد معهم الحارس القضائي الذي انتهت مهمته يوم أمس بعد رفع محكمة وهران للحراسة على الفريق تغضية ياسير راشي موسيقى 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 لن ن disciplines في الصباح و 3 أفضل و آخر المدرسة ن buffer لدينا تقلق مع الترتكب ضعي التال remained موجود إذا امر نحن سير لانأن الكثير منingeس لأننا تρώد بالمسال لكن رأتنابح هذا كثير من الأحار سيبطان الأ samo خطاقتك ومنع على الهدف لتعود على المنقل بين أننا سصح لتصعلك Brightly لما جورتي دي جوار